محاضرات في مقياس مدخل إلى علم الآثار المحاضرة الثانية أعلام علم الآثار السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثقر مصدر ومرجع المعلومات المحاضرة الثانية أعلام علم الآثار هانرخ شليمان ولد في مدينة ماتالانبور شاطرين والده تانا قصيصا رقيق الحال مغراما بالتاريخ القديم يقول عنه هانرخ شليمان أشد ما تانا يحزنني أن أسمع منه أن طروادة تدمرت عن آخرها تدميرا تمان غير أنه تمجأ في مضطراته تعهد لنفسه وهو في الثامنة من عمره بأنه سيهب حياته للتشف عنها حين بلغ الرابع عشر ترت المدرسة وعمل صبيا في متجر صغير في مدينة فروستنبرد وبعد خمس سنوات سافر إلى هامبورد ليعمل خادما على ظهر باخرة متجهة إلى أمريكا الجنوبية وتادى يهلت مع بحارتها عندما تعرضت الباخرة للغرق غير أنه نجو بيعجوبة في طارب صغير ظلت الأمواج تتقذفه لتسع ساعات إلى أن قذفته على الشاطئ الهولندي هنا تعمل في ماركة استيجاري في أمستردام ينفط نص ما يرسبه على شراء الكتب والقراءة والكتابة وتعلم اللغة الهولندية على يد خطط بعد ذلك سافر شليمان إلى روسيا وفتح وثالة جارية في سانت باتريسبورد ولقي نجاحا باهرا حتى قرر أن يتقدم لخطبة حبيبة صيباه من أمريتي في مصر طراصي وتالت قد بادلته الغرام وهي بعد في الرابع عشر من عمرها لكنه علم أنها قد تزوجت قبل ذلك بأيام فراح ليلة الولايات المتحدة الأمريكية وأثناء بطائف تاليفونيا في الرابع يوليو 1850 ميلادي أصبح تاليفونيا ولاية أمريكية فأصبح جميع ستانها مواطنين أمريكيين ومن بينهم هانريخ شليمان عاد بعد عامين إلى مصر فتح ويتالت تسليم مشتروات الجملة تزوج وانططع في ورد فراغه لتعلم اللغة اليونانية القديمة طرأ جميع الكتب التلاسيطية ذات العلاقة بحضارة اليونان ولما قررت تنقيب عن طرواد رفضت زوجته الروسية الذهاب معه فطلقها وأعلن في الصحف رغبته في الزواج بيونانية ووصف بغاية الدقة كل ما يتطلبه في هذه الزوجة ثم اختار من بين الصور التي أرسلت إليه واحدة فتزوج صاحبتها وهو في السابع والاربعين وسافرت معه إلى توتي حيث تلحى صارالت الذي تاني يعتقد أن طرواد مدفون فيه وتان ذالت عام 1870 ميلادي المرجع الأول ويتيبيديا المرجع الثاني الدورتور عيد ماري رحلة في عالم الآثار أثريون ومدن أثرية روافد للثقافة والفنون السورية الطبع الأولى 2010 دمشن الصفحات أربع واربع وستون وفي عام 1870 ذهب إلى الأرض المحيطة بطرواد وهي الطرف الشمالي الغربي من آسيا الصغرى وصر رغم جميع العلماء في ذالت الورط على أن طرواد برعيان مدفونة تحت تل المسمى حيصالت واستطاع بعد مفاوضات دامت عاما تاملا أن يحصل من الحتومة العثمانية على إذن بالحف في هذا الموقع واستعجر ثمانين عاملا وبدأ العمل وتانت زوجته التي تحبه لما يتصف به من شذود ونزوات تشتريت معه في تداحة في الأرض من مطلع الشمس لمغيبها وظلت العواصف السلجية تهب من الشماء طوال الشتاء وترذف الثرى في وجههما وتانت الرياح تندفع بطوة من ثغرات توخيهما الضعيف فلا يستطعان أن يحتفظا فيه بمصباح مضي أثناء الليل ولم يكن لدينا ما يدفئون إلا تحمسنا لعملنا العظيم ألا وهو تشترواد ومر عام دون أن تثمر جهودهم أثمر ما ثم أخذت فاس أحد العمال ترشف ضربة في إثر ضربة عن ويعا نحاس تابير ولما فتح هذا الوعا تتشف عن تانز مدهش ثمين متوى من تسعة آلاف تحفى مختلفة من الفضة والذهب وتانى شليمان ماتلا فأخفى التانز في دفاع زوجته وصرف العمال على غير انتظار منهم لتيستريحوا وأسرع إلى توخه وغلط عليه الباب وبسط التانز الثامين أمامه على المنضدة ووصل ما بين تلططع منه وبين فطع في شير هومر وحلر زوجته بجوهر قديمة وأرسل إلى أصدقائه في روبا يبلغهم أنه تشف عن تانز برايان لكن أحدا منهم لم يصدقه واتهمه بعض النقات بأنه وضع بنفس الأشياء التي تشفى في المتان الذي استخرجها منه ورفع الباب العالي في الورد نفسه تضيع عليها تهمه بالاستيلاء على الذهب من أرتوتيا ولكن بعض العلماء أمثال فارشاو ودوبرفيد وبرنوف هرأوا إلى موضع الحف وحققوا أقوال شليمان ووصلوا لعمل معه حتى تشفوا عن طروادة مدفونة بعد طروادة ولم تبقى المشتلة القائمة بعد إذن هل كانت هناك طروادة أو لم تكن بل أصبحت محصورة في أي طروادات التسالة التي تشفت هي التي تطلق عليها الإلياذة اسم اليوس هوود كارتر علم أثار إنجليزي وخبير بعلوم المصريات ولد في التاسع ماي 1873 ميلادي بمدينة لندن مطاطعة ترينسين جاتون رضى طفولته بشكل أساسي في سواب هام نور فولات حيث عاش مع أماته اشتهر بسبب ارتشافه لمقبرة توت عن خامون بوادي المولوت الأورسون ميس في عام 1891 ميلادي وفي سن السابع عشر بدأ كارتر بدراسة النقش والرسم بميس عمل بالارتشافات الأثرية ببني حسن مطر مقابر أمران مصر الوسطى 2000 قبل الميلاد لاحقا أصبح تحتوي سايت ويليام في ليندر بيتري اشتهر هاورد كارتر أيضا لأنه اتشف عثار تعود للمملكة حاجب صوت في مقبرة بالدير البحري في العام 1899 ميلادي تم عرض وظيفة على تارتر من قبل المجلس العلى المصري وما لبث أن يستطال بسبب خلاب بين حراس موطع أثر مصري وبعض السائحين الفرنسيين عام 1906 ميلادي الموجة الدورتور عيد مرعي رحلة في عالم الآثار أثاريون ومدن أثرية روافد للثقافة والفنون السورية الطبع الأولى 2010 ميلادي دمشق الصفحات الواحد والخمسون والثاني والخمسون وفي عام 1907 ميلادي بعد عدة سنوات قاحلة تعرف تارتر على اللورت تارنفون أحد الهوات المتحمسين والذي كان على استعداد لتمويل بعثات تارتر الاستكشافية لاحقا أصبح تارتر المسؤول عن كل أعمال التنقيب لتارنرفون طعم تارنفون بتمويل بحث تارتر عن الفرعون المجهول مسبقا توت عن خامون والذي اكتشف من قبل تارتر بعد عدة أشهر من التنقيب والبحث الغير مثمر أصبح اللورت تارنرفون غير راضي عن النتائج وفشل استثماراته وفي عام 1922 ميلادي أعطى تارتر موسم واحد أخير لإتمال أعمال التنقيب بأهداف أخرى بيت تارتر بطيا وفي الرابع من نوفمبر عام 1922 ميلادي بعد 15 عاما من البحث وجد تارتر مقبرة توت عن خامون تارفا 62 حيث أفضل مقبرة وجدت على مرة تاريخ لم تمس من قبل بوادي المولود أرسل باقية للورت تارنرفون للمجه في 26 من نوفمبر لعام 1922 ميلادي مع تارنرفون وابنته وحضور آخرون طعم تارتر بعمل التصر الصغير الشهير في الزاوية الشمالية لمدخل المقبرة وأصبح بادي للعين بواسط الضوى الشمال حيث شهدت الآثار الذهبية الخاصة بالمقبرة بالإضافة إلى التونز الأثرية من خشب الأبانوس التي بقيت في متانها منذ ذلك الورت وحتى ذلك الحين لم يعد تارتر يعلم بعد هل هي مقبرة مجرد مخبأ ولكنه تأتد عندما شاهد ختم واضح بأحد الأبواب المحروصة بين تمثالين عندما سأله تارنرفون هل وجدت شيئا طال نعم أشياء مذهلة توفي تارتر في الثاني من آذار عام 1939 ميلادي أعماله الرئيسية تحوت موس الرابع 1904 ميلادي طابر التوت عن خامون ثلاث مجلدات ما بين 1923 و 1933 الموجة الدرطور محمد الباشي الشنيتي علم العطاء تاريخه ومناهجه ومفرداته دار الهودة عين مليلية الجزائر 2013 الصفحات 157-1064 جون فرانسوا شامبوليون ويعرف أيضا بشامبوليون الصغير الثالث والعشرون ديسمبر 1794 مارس 1832 ميلادي أقاديم وفقه لغوي وعالم شرقيات فرنسي اشتهر بفقه لرموز الهيروغليفية المصرية وبكونه أحد واضعي أسس علم المصريات نبغى شامبوليون منذ طفولته في مجال لغويات حيث قدم أولى أولاقه البحثية المنشورة حول فتر رموز اللغة الديموطيقية سنة 1806 ميلادي وتطلد في شبابه العديد من المناصب الفخرية في الأوسط العلمية وتانى قادرا على التحدث باللغتين التبطية والعربية بطلقة وفي بداية التعنى التاسع عشر الميلادي سادت العوساط الفرنسية حالة من الهوس بالمصريات بعد نتائج البحثة العلمية التي صاحبت الحملة الفرنسية على مصر التي صلتت الضوء على حجر رشيد المرتوب بثلاث لغات وارتئذ سادت النقاشات والجدل بين الأوسط العلمية الفرنسية حول عمر الحضارة المصرية وحول دور وطبيعة الكتابة الهيروغليفية وعما إذا كانت تلتا الرموز تمثل أصوات أم أنها تمثل روسوم تمثل فتا أو مدلول تما اعتقد الكثيرون أن تلتا الكتابة تانت تستخدم مفتط في الطرس والأمور المقدسة وبالتالي فرموزها غير قابلة للفتل ارتباطها بأفتار باطنية وفلسفية ولنفس السبب فالأرجح أنها لم تستخدم في تدوين المعلومات التاريخية المرجع الدورتور عيد مرعي رحلة في عالم الآثار أثاريون ومدن أثرية روافد للثقافة والفنون سوريا الطبع الأولى 2010 ميلاد دمشق الصفحات التاسعة والثلاثون والأربعون لذا تكمن أهمية فتر موز الهيروغليفية المصرية في أنها ظهرت أن تلك الفرضية خاطئة فدفعت التاثير للبدأ في استخراج التاثير من المعلومات التي دونها المصريون القدمة عاش شامبوليون في فترة من الاضطرابات السياسية في فرنسا التي تسببت في تعطيل أبحاثه بطرق مختلفة خلال الحروب النابوليونية استطاع شامبوليون تجنب التجنيد الإجباري ولات ولاه للنابوليونية جعلته مشتبها به من قبل النظام الملكي اللاحق غير أن حسن علاقاته مع شخصيات سياسية وعلمية مهمة في ذلك الورد مثل جوزيف فوري والبرون دي ساسي ساعدته رغم عن عزاله عن المجتمع العلمي في بعض الفترات وفي سنة 1820 شرع شامبوليون بجدية في مشروعه لفتر رموز الكتابة الهيروغليفية وسرعا ما طغط إنجازاته على إنجازات العالم الموسوع توماس يونغ الذي حقق أول النجاحات في مجال فتر رموز قبل سنة 1819 ميلادي وفي سنة 1822 ميلادي نشر شامبوليون أول تتبه في هذا المجال حول فتر رموز الهيروغليفية في حجر راشيد حيث أعلن استنتاجاته أن نظام الكتابة المصرية القديمة كان مزيجا بين الإشارات الصوتية والرموز وفي سنة 1824 ميلادي نشر شامبوليون ملخصا طام فيه بتفصيل فتر رموز الكتابة الهيروغليفية موضحا المدلولات الصوتية ومفاهيم تلك الرموز وفي سنة 1829 ميلادي سافر شامبوليون إلى ميس حيث قرأ العديد من النصوص الهيروغليفية التي لم تتم دراستها من قبل وعاد إلى فرنسا بمجموعة كبيرة من الرسوم الجديدة للنطوش الهيروغليفية وبعد عودته حصل شامبوليون على درجة الاستاذية في علم المصريات لكنه لم يتمتن سوى من إلقاء بعض المحاضرات قبل أن تتدهور صحته التي تأثرت بمصاعب الرحلة إلى مصر مما دفعه لاعتزال التدريس ثم توفي شامبوليون في باريس سنة 1832 ميلادي عن عمر يناهز الواحد والاربعون عاما ونشرت تتابه حول التواعد النحوية للغة المصرية القديمة بعد وفاته دارت بين علماء المصريات نقاشات متثفة خلال حياة شامبوليون وبعد وفاته لفترة طويلة حول مزايا فاته لرموز الهيروغليفية كما تعرض شامبوليون لانتقاذ البعض نظر لعدم إثناه على الاتشافات المباطئة ليون تم التهم بالسرطة الأدبية ولا طالما شتت آخرون في دقة فته للرموز الهيروغليفية غير أن الاتشافات والتأكيدات اللاحقة من قبل العلماء التي اعتمدت على نتائجه أدت تدريجيا إلى القبول العام لإنجازه وعلى الرغم من أن البعض لا يزال يصر على أنه كان ينبغي على شامبوليون لاعتراب بقيمة مساهمات يون إلى أن فات شامبوليون لرموز الهيروغليفية يحظى الآن بطبول عالمي وهو الأساس الذي بنيت عليه جميع التطورات اللاحقة في هذا المجال وبالتالي فهو يعد مؤسس أبو علم المصريات على أن تفاسينا تم نقوم بمطارنة مع إيقام التوازنات أرثى توافطا مع مواقع أخرى معروفة ومع المصادر التاريخية السير أرثى جون إيفانس أثر بريطاني ارتشف راس تانوصوص الشهير في تريت أولد في العام 1851 ميلادي لأب معروف تباحث في العثار وفي عصر ما قبل التاريخ في بريطانيا وهو السير جون إيفانس درس أرثى التاريخ الحديث في جامعة أورسفورد بريطانيا وفي جامعة دوتندران في ألمانيا سافر في العام 1875 ميلادي مراسلا لجريدة لمانشيستر راديان إلى دالماسيا حيث اتقل من قبل الشرطة النمسوية بسبب مشاركته في تمرد نشب هونير بعد إطلار صراحي في العام 1872 ميلادي عاد إلى بريطانيا وعين محافظا لمتحف أشموليان في أورسفورد في عام 1884 ميلادي طبل أن يبدأ أرثر عمله الأثر في تريت كان الأثر اليوناني مينوس تالو تيرينوس تتشف عن مخزنين من مخازن تصر تريت في العام 1878 ميلادي لكن السلطات العثمانية التي كانت تسيطر على الجزيرة نذات منعته من متابعة حفرياته جاء أرثر إلى تريت في العام 1894 ميلادي للحصول على أخدام حجرية عثر عليها في أمات محددة من الجزيرة حملتها النساء التريتية تتمائم ولما ارتشف بقايا السلطة دين بالقرب من تانديا اعتقد أنه يوجد هنا في تانوسوس تصل الملكلوس توري مينوس فاشتعر الأرض بسرعة لكن السلطة العثمانية رفضت إعطاه الموافقة على القيام بحفريات أثرية هناك ولما حصل التريت على استقلال ذاتي في العام 1898 ميلادي أصبح الطريق مفتوحا للقيام بحفريات أثرية بدأ أرثر الحفريات في عام 1900 ميلادي فاتشف بعد بضعة أيام للنحو الثلاثة آلاف لوحطين تحمل تتابة غير معروفة التتابة اللينربي وعن دوات فخارية وبطايا أصوار وتانت نتيجة حملة الاثرية الأولى التشفى عن نحو ربع تصر تنوسوس وهو أطبط تصملة معروف حتى ذلك الحين بناء على الأدلة الفخارية وتسلسل الطبطات استنتج أرثر أنه كانت توجد حضارة فخي تسمى الحضارة الميمونية وهي حضارة متقدمة سبرة الحضارات التي ارتشفها المغامل الأثري هاينريش سليمان في مورتيني وترينس وفي العام 1903 ميلادي كان موضم تصر تنوسوس مرتشفاً مع عمال فنية رائعة ونماذج متعددة للكتابة روفي أرثر إلى طبرة النبلاء في العام 1911 ميلادي اعترافاً بخدماته وتوفي في الحادي عشر تموز 1941 ميلادي أعماله الرئيسية الكتابة المينوية 1909-1952 ميلادي تصمي نصف تنوس أربع مجلدات 1921-1926 ميلادي المرجع الأول دالين دانيال ترجمة الدورتور عباس سيد أحمد محمد علي موجز تاريخ علم الآثار دار الفيصل الثقافية 2000 ميلادي الصفحة 123 المرجع الثاني الدورتور عيد مرعي رحلة في عالم الآثار أثريون ومدن أثرية روافد للثقافة والفنون السورية الطبع الأولى 2010 ميلادي دمشق الصفحة السابع عشر والصفحة الثامن عشر المرجع الثالث فوز الفخراني الرائد في فن التنقيب منشورات جامعة طاريانوس بن غازي الطبع الثاني 1993 ميلادي الصفحات 107 و116 اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اشتركوا في القناة